ناقش لقاء مشترك ضم وكيل محافظة حضر موت للشؤون المالية والإدارية دكتور أحمد سالم باصريح ووكيل حضر موت للشؤون الفنية المهندس أمين باروزيق بالمدير العام للرقابة الحدودية بوزارة الداخلية المقدم سامي محمد مسعود آلية تشغيل معدات مصلحة الهجرة والجوازات بميناء الوديع البري الجديد ومطار ريان الدولي واستعرض اللقاء والية التفعيل وتشغيل معدات الجديدة لميناء الوديع البري وتشغيل وصيانة منظومة الاتصالات الخاصة بالرقابة الحدودية بمطار ريان الدولي وثمن الوكيل باصريح زيارة مدير عام الرقابة الداخلية لميناء الوديع البري وتلمس احتياجات مكتب مصلحة الهجرة والجوازات وأليات تطويره والسعي لتلبية احتياجات الخاصة بالرقابة الحدودية